أيضاً نروح وإحنا بنتكلم فيه طموحات وأمال ورؤية رؤسات قطاعات الناشئين للموسم الجديد وياريت الرؤية دي ويكون زي ما كابتن بادل راح كل رؤسات قطاعات الناشئين تروح وتجتمع مع كابتن علاء نبيل اللي فتح مكتبه للجميع وراجل بيسمع وبيهتم علشان يكون عندنا مسابقات مهمة مسابقات كويسة تخدم الكرة المصرية خلال الموسم القادم معنا على التليفون الكابتن إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكنداري ألف مبروك يا كابتن إمام الله يبارك فيك كابتن وصامة حياتي لحضرتك والقناة النادي لأهل وكل المتفرجين عودة مرة أخرى للاتحاد السكنداري كان لك موسمة وموسمين معاهم ما شاء الله كان فيها نجاحات كبيرة وعودة مرة أخرى للاتحاد السكنداري أه الحمد لله على كل شيء حقا في الاتحاد نادي كبير ونادي عليك والحقيقة الواحد يعني بقى يحس نفسه واحد من أشياءه ومن جماهيره وزي ما نادي الاتحاد نا بخلش على الواحد بالحب والاحترام نفس الكثة أنا أصد محمد ومجلس قدارة والجماهير العدي كنادي الاتحاد مجرد ما بتفكر في اسمي ده شيء بيشرفني وبحاول لابز الأقصى جهد عشان أقدر ألب كل الطموحات اللي في عندهم إن شاء الله يا رب يجعلنا السبب بإذن الله إن شاء الله يا كابتن إمام كابتن إمام وإحنا لسه الموسم ما ابتداش ولسه في الفترة الجاية بنجاهز إيه اللي كابتن إمام محمدين بخبراته الكبيرة في قطاعات الناشئين وطلع لعيبة للكرة المصرية كتير والكلان ديها المصرية اللي نفسك تشوفه في المسابقات خلال السنين اللي جاية مش أقولي السنة الجاية بس خلال السنة الجاية علشان يكون عندنا قاعدة ناشئين قوية للمنتخبات والاندية وترجع الكرة المصرية لعهدها الأديم مرة تاني والله أنا اتكلمت مع كابتن عليها طبعا بن باركلو منصبه الجديد وعلى رأي المسأل واحد مننا وغريب من أحداث وتولى مسؤوليات مشابهة في المعاولين زي النادي الأهل وزي الانبي وزي المعاولين زي كلان دي كبير فهو إلى حد جدير لبى احتياجاتنا في المسابقات أبرازها ايها كابتن يمام؟ أنه اللعيب إحنا زيما بنأخر سن النطلة عند اللعيب المطري كانت ممكن تبقى نتيجة البيئة نتيجة الثقافة نتيجة التعليم نتيجة التارضية ما إحنا زي البلاد الأوروبية في النشأة فكوني أننا ننزل بسن المنافسة أو سعزة تسميها منافسة في البراعب لكن أنه الولاد يحطوا في اختبارات جيدة في سن ثمانية عندنا مشكلة دائما لما بنوصل للسن الزوجة في 16 سنة بيبقى الولاد ما أخذوش الخبرات الكافية من اللعيب اللي تخلينا مقارنة بالمنافسة الأفريقي على قد الإيمة الفنية اللي تقدر تنجح السن ده عندنا في المسابقات لكن للأسر وإحنا سننا الزوجة ده ما بنوفقش فيه قوي نتيجة الأنصر اللي احنا بنتكلم عنه فكونك إنك بيبقى تنزل بسن المنافسات لتحت شوية عشان الولد يخد غمار منافسات ثمانية وتسعة وعشر 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 وبعدين يبدأ يلعب مسابقات كبيرة في سنة 13 يعني النهاردة يعني عشان برضو المشاهد اللي بيسمعنا كنتم يعني النهاردة حتة بدأنا المسابقات من الفين وستاشر أصدق كده صح كده؟ آآ آآ بروب عليك البراء من الفين وستاشر وفين وخمستاشر آآ آآ خطوة موفقة وكان يهمني برضو أن يبقى فيها نوع من التدرب في عدد اللاعبين وفي مساحة اللاعب زي ما تربينا على مسابقات نصف حصين والمسابقات اللي أقمناها في البراعم من عشر أو عشرين تلاتين سنة نحن بيبدأ بخمسة وجول وستة وجول وسبع وجول طب الكابت الماد رجب كان معايا قبل حضرتك واتكلم عن مسابقات البراعم يعني فتحت موضوع البراعم بيقول إن احنا عايزين مسابقات البراعم بلاش منافسة في البراعم احنا بنتكلمش مين فاز ومن خزر لكن عايزين نفتح المساحة للمدربين وباش فيه تنافس بشدة في البراعم بص أنا باتفق طبعا لكن إنك أنت تعمل منافسات منظمة هي مش هتعتبر منافسات بالمعنى اللي صدوا بذري أنا فاهم نرجع لمسلوب المهرجانات كنا بنعمل مهرجانات البراعم دي نلعب في اليوم الواحد حوالي خمس ستة بوريات مع خمس ستة أمضية مختلفة وفي اليوم رياضي كبير من الصبح لغاية الدنيا تليل يعني ويامل نادي الأهل استضاب بطولات هو والمعولين حية وكانوا بيسروا في العملية دي لما بدأنا نتكلم في المنافسات والأعداد واللعيبة اللي بتهرب من خلال البراعم فاضطر يعملوا لها قيد عشان يبقى فيه لعيبة بتسجل اللي فهمتوا من علاء نبيل السنة دي أنه هو عامل حاجة لطيفة جدا أنه يعني سن البراعم ده ليه عدد محدد ليه عدد محدد عدد في القيات يعني لأول بتبقى مفتوحة بيحصل فيها استثمار ولعب وأكاديميات وخلافه فالعدد المحدد النهاردة النادل آله أو الانبي أو أي اسم الأسماء الكبيرة حيركز على أفضل عشرين لعيب أو خمانتاشر لعيب وكنت أنتظر برده في المسابقات يعملوا يعني المباريات تلت أشواط ويشترط أن كل شوط يلعب مجموعة ده في البراعم في البراعم ده في البراعم أما المنافسات الكبيرة يعني احنا كلنا عارفين أنا بس الحاجة دايما اللي كنت بنايش فيها الحاجة عامل حسين أو كابتن علاء وإحنا سن ألفين وتسعة ليه بدأنا بدري أو كده مسابقات يعني السن هيلعب ده سن قلوم يخد بالك لنت خلي بالك أنت تتكلم على ألفين وعشر السنة دي احتمال يلعب مسابقة جمهورية كمان صح كده؟ يعني هي اختياري اختياري مش اجباري هو السؤال يا سامة أنا هلعب السن ده هيلعب إيه مسابقات وإمتى بتبدأ منافساته على المستوى القرية فلما اجي لعب موليد ألفين وتسعة أربعتاشر سنة جمهورية اللي أنا عايز أوصله لحضرتك إنه هذا السن سن أولومبي وده قامي السن في المراحل السنية في التدريب سواء للناشئين في كل محافل العالم يعني يعني السن الأولومبي اللي هو ألفين واحد اللي حاليا رايح فرنسا بتاعنا الجيل اللي جاي بعده ألفين وخمسة الجيل اللي بعده ألفين وتسعة طيب ألفين وتسعة لما بنسبهمش لغاية مرحلة التمعزم اللي عايبي عد المرحلة دي لغاية ما يوصل ستاشر سنة سليم في منافسات عادية من غير صفر من غير مصابعات من غير أن يدخل في يعني اللي استوى بتاعه يتأخر شوية خاصة أن احنا هنلعب لسه سنة ألفين تسعة وعشرين لسه عندنا فترة أنا ليه بأبدأ في ألفين ثلاثة وعشرين أبدأ مصابعات بالشكل ده وهو سن منافساته اللي هي التصريات المؤهلة هتبدأ لسه في مايو عالفين ثمانية وعشرين فأنا كنت مستنى أن السن ده يستنى عليه شوية ينضج بشكل أفضل ربما تفكرهم في الاتحاد عشان ياخدوا منه المميز يحطوه في ألفين وثمانية بس بقولك احنا ما بنرأيش حكاية الناشئ بيتربى تربية سليمة فاسيولوجيا يعني فيه وقت لازم تسيبه ينمو فيه وقت لازم تسيبه يطمع عظم وفتمل الحاجات اللي انت بتقدر تشتغل فيها بدل اللي هو سن الزوج لانك انت مجبر تلعب في سن ستاشر تصفيات وفي سن سبعتاشر تلعب بمسابقات قرية سواء كانت أفريقية أو كاس عالم المشروع المهم هو اللي قدر أضيفه لحضرتك يا أسامة ونفسي عمله على مستوى مصر ويقدمنا ان احنا نعمل استكشاف في اللعيبة الصغيرة بتاعتنا دي من سن البراين فعندنا منتخبات براين ويتوح لها وقت ان القاهرة تلعب الفيوم بتتعاملها كابتن إمام بس المناطق هي الممكن بتجمع المنتخبات البراين بس في سن معين لا نمس الاتحاد يشرف على الحاجات دي بقى عندنا أزية فيها وعندي مثلا تلتمائة ربعمائة لعيبة احنا نعتبرهم على مستوى دولي ونقدر نشوفهم منتبعها مع المستوى الطبي ومستوى الفني ومستوى البدني ونبقى متقدمين كده عارفين حاجات نقدر نديها لولادة الصغيرة دي ويحصل فيها اهتمام ما بين الأسرة وما بين النادي وما بين اللاعب فنقدر نطلع كم أفضل من اللي انت بتشوفه ده يا سامة بإذن الله مستوى الشرب اللي جاي يكون خير بإذن الله بعد الجلسة والأعدة أو الأعدات اللي عدتوها مع الكابتن على نبيل والله أنا قلت لحضرتك لما بكلم أسامة هو لعب سابق ودولي بكلم على نبيل لي ملاقه من سيد كلاعب دولي كبير ولجل خد غمار وضرب منتخب مصر أكيد هتبقى عنده أفكار أفضل من اللي احنا كنا وقفين عندها احنا بس نحاول نساعد وأنا كلمته من يومين قلت له يعني بغض النظر عن وجودي في الاتحاد أو إمبق أو أي مكان شالك لنا نخدم أي حاجة بتعمل في المتخبات قلت له على فكريتي بتاعة البراعم دي وليما لا؟ وانت عندك واحد خبير يمكن أكبر خبير في الكرة في مصر ده ذا الرجب لا يعني أنا بقى ذا الرجب ذا بعتبره أيكونة كبيرة ممكن بقى السنة ما بنكبر بنبقى روحة معا على بعض شوية لكن هو قيمة في المراحل السنية الصغيرة دي لا يعني عليه في مصر وحقاك أيضا قيمة كبيرة يا كابتن إمام بنشكرك شكرا جزيلا كابتن إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندار ترجمة نانسي قنقر